كنت قلتلي أستاذ وليد عن كان فيه لقاطات مهمة هنعرضها النهاردة إيه اللي أعطتلي هنعرضها؟ تمام أستاذ نرمالي الرئيس تحكي عني فيه مفاجأة النهاردة حلوة تمام ما هي المفاجأة؟ مشاركة مصر أولى؟ مصر تركية؟ مصر تركية طبعا أنا بصنف مشاركتنا وإنجازنا في عام 1928 من أهم أو بيصنفه أنه أعظم إنجاز عامريس كونتقالة وصف لي بقى السور دي وإنت بتتكلم ده اللقاء طبعا منتخب مصر أمام منتخب تركيا اللي انتهى بنتيجة السبعة واحد بس أنا عايز أقول لك أن وقتها ما كانش فيه مقياس دي أول مرة أعرض للقاطات دي أول مرة أعرض طبعا والملقاء اللي انتهى بنتيجة سبعة صفر وكان سجل محمود مختار التيتش سبعة لينا سبعة واحد سبعة منتخب السبعة واحد سبعة واحد والمباراة دي لها قصة أنا عايز أقول لك الأول أن عام 1928 يعتبر ده أكبر إنجاز في تلك كورة القادمة المصرية طبعا الإنجاز وحقق ده حتى قيادة المودير الفني الاسكوتلندي جيمس كلارك فولتن مكريل الاتحاد المصري تعاقد معه خصصا عشان هذه البطولة وقتها ما كانش فيه مقياس لترتيب القوى في العالم يعني نحنا نسمع عن أعلى ترتيب وسطوته مصر كان في يوليو عام 2010 لما خدنا مركز التاسع لا إحنا كنا بنصنف كأفضل رابع منتخب في العالم حتى منتخب الرابع في العالم لأننا خدنا المركز الرابع وما كانش فيه معايير لتصنيف المنتخبات إلا البطولة دي ما كانش لسه بطولة كأس العالم بدأت اللي بدأت في عام 1930 وعشان كده حتى منتخب الأرجوي لو تاخد بالك لسه معلق حطت أربع نجوم لأنه معتز جدا باللقابين أو مديليتين الزهبيتين اللي أخدهم في الأولمبيات الأربع نجوم مديليتين أولمبيتين زهبيتين 24 ثم 28 ثم بطولة نجميتين آخرين لما فاز بطولة كأس العالم عام 1930 ثم بطولة كأس العالم عام 1950 اللقاء ده طبعا أنا مبسوط هنا بفرج بصراح اتحاد الكورة طبعا أنا مش فاهم اللي بيحصل بس يعني أنا مبسوط أنا شايف السور دي أصلا المبارات دي لا قصة لا قصة وحكاة ورواية اتحاد الكورة طبعا تلاف الأخطاء اللي حصلت في عام 1924 لما بلونك وقف كان رئيس البيعصة المصرية وكان عايز ما ينجحش في لعبة كورة القدم لأنه كان فيه اتحاد كورة قدم مصري هو كان رئيس اتحاد الرياضة المختلط طب سمنا سألك بس أفهم حاجة أنا شفت لوقتي جماهير كان فيه عدد معلن لعدد الجماهير اللي كانوا موجودين في المدرجات وقتها حوالي 1800 متابع 1800 على استادة مستردام الدولي على فكرة طبعا مش معروفة احنا كنا بنلعب بطريقة لعبة عاملة ازاي وده الحاكم اوه كنا بنلعب بطريقة خمسة اتنين اتنين تلاتة خمسة اه كان ليه وجود ساعدي هدوء ساعدي هجوب اه تعرف ان المنتخب تركيا أصلا شباب النهاردة تحليل تحليل فني مختلف من حال المباراة في 1928 وقد يدور واقع جدا ان لقيت طريقة دي رجعت مع الزم عزيدك كمان من الشعر بيت منتخب تركيا ما كانش هلعب المباراة دي بس لما سمع ان هو هيلعب منتخب مصر فرحوا جدا وتراجعوا في قرارهم وقرروا ان هم يلعبوا المباراة دي منتخب مصر ما ندموش بعده منتخب مصر اللقاء ده ما ندموش بعد السابع ندمو من هقولك ندمو حتى ما شاركوش في تصفات كسر عام بسبب المباراة دي لما عرفوا ان منتخب مصر في تصفات كسر عام عام 1934 معنا في نفس المجموعة الله اللقاء ده مباراة اكبر من كرد قدم لعن منتخب مصر او المصريين قبل المباراة دي بعدة سنوات كنا ولاية عثمانية بيحكمنا الاتراك كان في حاجز نفسي ما بيننا وبينهم لانهم فانزلنا لعبنا المباراة وكسمنا المباراة دايما هم كانوا يبصوا على هل احنا بعد المنتخب التركي ده لعبنا المباراة تانية برتغال وفصنا بنتخب الاتنين واحد وسجل محمود مخترد تش ده كان الدور كم ده الدور 16-8 ثم الاربعة اه وانا عايز اقول لك كان نظام البطول ايه ساعتها اه خروج اللي هو نوكاوت ستيجي يعني على طول مفيش مجموعة الكلام ده لا مفيش مجموعة عدد الفرق كانت محدودة باللعب الناس بحنا في الفترة دي التورة المصرية اه كان برضو متطورة يعني لما ببص هتلاقيها انها كان بتوصل للمبيات تقريبا بشكل مستمر يعني 20 24 28 36 36 48 52 لما تيجي بص هتلاقي ان الكرة المصرية في الفترة دي كانت متطورة لكن ما كانش عليها سبط يعني انت بتكلف ست مشاركات متتالية ده ريكورد يمكن احنا لسه مع تطور كرة احنا ما قدرناش نوصل له غير دلوقتي ما فيش فضل احنا بقى فوزنا على تركيا بنتيجة السبعة واحد هترك كابتن محمود مختار التتش هدف علي الحسني وهدف علي الرياض وهدف سيد ابوازة وهدف سيد حودة واحد من النجوم ولمخ bucks مشاركة في عدد دورات ها يعني الحسني شارك في كلمبيعت عشرين واربعة وعشرين تمانية وعشرين منتاز محمود مختار التتش باسبع وعشرين تمانية وعشرين ستة و تلاتين ودول اكتر اتنين العربة في طريق مصر شاركوا في عدد دورات دورات مربع اتفضل احنا وصلنا مربع زهبي بس وصلنا مربع زهبي في مين في الارجنتين ايطاليا أوروكوي أكبر ثلاث قوة موجودة في العالم هتقول لي ليه أقول لك ذهبت 1924 أوروكوي 1928 أوروكوي كسل عالم عام 1930 أوروكوي لما فزع الأرجنتين بنتجة الأربعة اتنين إيطاليا كسل عالم عام 1934 ثم إيطاليا عام 1938 أنت كنت وقع في المربع الزهبي نالي لخلاص مع الليفل الوحش المنتخبات بتطلع عنار من موقع من اللي خرجنا لعبنا الدور قبل النهاية أمام منتخب المنتخب الأرجنتيني منتخب الأرجنتين بقى مع معظم القيمة هي اللي كمّلت وفازت وليعبت نهاية كسل عالم واحتلت الوصيف في 1930 بنتكلم عن مثلا عن لويس مونتي أورسو أورموندي بنتكلم عن مثلا بنتكلم عن منويل فريرا أرجنتين كسبتنا كامل موقع ستة صفر ناتيجة ستة صفر النتائج زمان كي بتبقى كده ستة سبعة تمانية بس هتغلت اللعبة اتنين ثلاثة خمسة أهه نتخب الأرجنتين كان قوة كبيرة جدا